في مايو من عام 2020 اتهم الرئيس الأمريكي أنذاك دونالد ترامب روسيا بانتهاك معاهدة السماوات المفتوحة ثم أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية على الفور الأطراف الأخرى عن قرارها بالانسحاب من معاهدة السماوات المفتوحة من جانبه قالت روسيا أن الاتهامات الأمريكية لا أساس لها من الصحة وفي نوفمبر من عام 2020 أعلنت الولايات المتحدة رسميا عن انسحابها من هذه المعاهدة وقدم بوتين إلى مجلس الدومة مشروع قانون بفسخ معاهدة السماوات المفتوحة في الحادي عشر من مايو عام 2021 وصرح مسؤولون روس في بداية الشهر الجاري أنه من أجل تسجيع الولايات المتحدة على البقاء في معاهدة السماوات المفتوحة بذلت روسيا كل الجهود وحاولت بشتى الطرق ولكنها لم تنجح لذلك تعتقد روسيا أن فسخ هذه المعاهدة هو خيار صحيح يتماشى مع الوضع الحالي هذا وتم التوقيع على معاهدة السماوات المفتوحة في عام 1992 ودخلت حيزة تنفيذ عام 2002 وهي تسمح لأطراف المعاهدة بإجراء استطلاع جوي غير مسلح على أراضي بعضهم البعض كما هو مطلوب وهذه المعاهدة هي إجراء مهم لبناء الثقة بعد نهاية الحرب الباردة ووقعت الولايات المتحدة وروسيا ومعظم دول الناتو على هذه المعاهدة